خنشلة الآن كذلك تحتاج لاستفاقة حتى داخل الشارع الخنشلي وحتى الشباب الخنشلي لمشاركة في تنمية الولاية أكيد هو حمل ثقيل على السلطة المحلية على السلطة المركزية وعلى المنتخبين المحليين الجوبي التالي أن نوجه ندائي لساكنة خنشلة اللي هما عزاز عليا نقول باللي حان الوقت لتضافر جهود الجميع من أجل بناء خنشلة من أجل إعادة الاعتبار لخنشلة اقتصاديا ثقافيا وحتى سياسيا ونقول أن المناخ الجديد للجزائر الجديدة هناك صفحة الرئيس يعني بإمكان أي مواطن أنه يتصل بالسيد الرئيس بإمكان أي مواطن أنه يتصل بالسيد الوزير الأول معناها قنوات الحوار موجودة قنوات الاتصال موجودة وبالتالي علينا أن نهذب من أداءنا السياسي وأداء المنتخبين ونجعل مصلحة خنشلة كل اعتبار عن طريق فتح قنوات الحوار مع السلطة المحلية مع المنتخبين المحليين وإشراك ضرورة إشراكهم لأنه كما تفضل السيد النائب الفاضل هذا الاجتماع الذي تم في جلسة مغلقة نراه كذلك هم عندهم صلحيات لكي يديروا جلسة مغلقة ولكن كم تمنينا إشراك المنتخبين المحليين والهيئة الولائية الممثلة في المشعب الولائي لإعطاء وتنوير الوزير الأول وطاقم المتخبين المحليين حتى رؤساء البلديات الجدد في خنشلة يحتاجون لإصلاح كما تحدثنا في البلطوهات السابقة إصلاح القانون البلدية والولاية باش يكونوا متحررين ويخلقوا الطروة في بلدياتهم التنمية تتم عن طريق الجامع ولن تتم عن طريق والي الولاية وحده ولا مدير التنفيذي وحده كاش منها كاين مجهود الجامع وإشراك الجامع ونخرج من أليات القديمة نحو أليات جديدة يعني في إطار شفافية في إطار عرض كل الملفات الثقيلة والملفات اللي تهم المواطن الخنشلي باش تمشي للتنمية في الأمام اشتركوا في القناة